نظمت وزارة شؤون الاقتصادية وتركية القطاعات الانتاجية اليوم في نواكشوت ورشة عمل لعرض نتائج تأثير ارتفاع الأسعار على السكان في موريتانيا تدف الورشة إلى عرض تأثير ارتفاع الأسعار على خلفية كوفيد وحرب أوكرانيا مما الفاعلين وتبادل لراحل النتائج المستخلصة من الدراسة يقدم هذا التقرير محاكاة دقيقة لسجادة ارتفاع الأسعار على السكان في بلادنا خلال السنوات الأخيرة بفعل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا الذين القيا بظلالهما على اقتصادات دول العالم ما نجمت عنه أزمة حادة تسببت في تباطئ النمو ورفع التضحم ويبين التقرير المذكور تداعية تلك التأثيرات على عديد المجالات كارتفاع مؤشرات الفقر وسوء تغيية الأطفال والأمن الغذائي والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية مثل الصحة والتعليم تدركون اليوم معي ونحن على اعتاب النصف الثاني من السنة الجارية صعوبة التحديات التي واجهت المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة بفعل جائحة كوفيد-19 وكذلك الصراء الروسي الأوكراني الذين أدخلوا اقتصادات جميع الدول في أزمة حادة سببت تباطئة في النمو والتضخم المرتفع بفعل تأثرت بسلاسل التوريد ولمواجهة هذا الوضع عمدت الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني لاتخاذ حزمة من الإجراءات من خلال التوزيعات العينية والنقدية ساهمت في التخفيف من حدة هذه الأزمة ممثل منظمة الأموم المتحدة للطفولة في نواكشوط بنجامان سيفاسيما ذمن من جانبه أهمية تقرير لكونه يقدم نتائج محسوسة لمستوى ارتفاع الأسعار وتأثيراتها على الساكن من جهة وما يقدمه من معطيات تعزز حزمة الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا المشكل وتحسين خيار دعم الفئات الهشة من خلال تنفيذ التدابير المناسبة للحد من التاثيرات السلبية لارتفاع الأسعار من جهة أخرى